أكد المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في غزة محمود بصل أن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في عاملات القصف مع التركيز الواضح على المدنيين ومراكز الإواء وتدمير كل مقومات الحياة وقال بصل إن الاحتلال الإسرائيلي قام أمس بقصف مدرسة بحي الشيخ ردوان غربية مدينة غزة حيث سوشد 17 فلسطينيا معظمهم من الأطفال إضافة لإصابة 63 من بينهم حالات خطيرة ترجمة نانسي قنقر